في السينما البداية كانت مع فوزي بن سعيدي في شريط ألف ألف شهر هو أول لامة خاجة الفوزي بن سعيدي اللي كان مهرجانات كثيرة منها مهرجان كان وهو الشريط اللي حقق نجاحات كبيرة ومن بعد في النادر من المناسبات شفتك في بعض من الأعمال السينمائية اللي قليلة وقليلة بزاف واش نفس الكلام اللي قلنا على التلفازة عاو تاني نديرو له كوبيا كولي ونديروه للسينما وهو في الحقيقة أستاذ بيلر هذا القضية دي السينما أنا عندي إنفلوزوفي اللي هي اللي ما تفهمتش لي أن الإخوة اللي في السينما كي يقول لك آه السينما ها السينما كي ديرا السينما كي ديرا السينما كي ديرا فمدي بون عندهم معايير ديالهم خاصة دونك سي بورسا ما كتلقاش راسك تسمى في السينما البرتسيباسيون ديالي في أول عمل سينمائي مع الفنان الكبير فوزي بن سعيدية الفنان كبير هذاك السيد خدمت معه في المصرح وخدمت معه في السينما هذاك السيد كي يعرف كي يعرف فين يخرج منك الحاجة فوزي بن سعيدين مخرج كبير كي يكاستي بينكم في الفوء يوم ما امتون كيفاش كي يكاستي كي يعرفش غادي يخرج منك يعني كان هذه الميزة كيتميزوا بعض المخرجين بعض المخرجين مثلا كان نقول لك مثلا فوزي بن سعيدين في السينما فمدي حتى في المصرح أمي النسور فمدي شوقي العوفير يعني بعض الأسماء فمدي عدنا ديكاليبر ولكن اللي طاغي اللي طاغي أنه كان هناك بعض الأعمال أنا كان نوعا ما عندي كان عليها تحفظ تحفظ ما يمكنش لين مش نشارك فيها أو نقع نفكر نقال الكاستينج ديالها موقف من ولا يعيط لينتال مخرج ديالها ونشارك فيها موقف حقيقي لأنه أنا لا أستطيع لأنني مثلا أشتغل في عمل في شوية ديال السقاطة فهمتي يعني ما نقدرش عليك تخسر لها درا ولا فهمتي ذلك المسائل أنا محافظ جدا فهمتي ومتحفظ هذي المسألة اللولة وكان بعد مثلا الأعمال الأجنبية الأعلمات الأجنبية ما كنتش كان نمشي لها نهائيا هي عندك من الموقف يقول لك بأنها للسينما إطرانجة رفيها الفلوس كان عندي باقي باقي عندي موقف من فهمتي لأنه العمل العمل السميته الأمريكي فش كيش ديوكي في أني أنا غير ستيريوتيب أني دبا تمبرين أنني أنا إما إرهابي إما خيبة كمانا جنبا